خليني أكلمكم شوية عن مباراة الأهلي والمصري الأهلي طبعا زي ما قلت لكم برح حيدي لعبته أجازة 3 أسابيع بعد نهاية مباراة المصري الأهلي والمصري هيلعبوا بعض يوم الخميس في استادة الجيش في برج العرب الساعة 6 دورة 8 لبطولة كاس مصر والأهلي بيدور على معسكر خارجي يستعد بين الموسم القادم عايزي عسكر يعني خارج مصر بعد انتهاء الأجازة برضو كان فيه كلام كده على بعض اللعيبة المهاجمين فيه لعيب أمريكي اسمه إيكوبا كانوا برضو تلعت إشاعة كده أن الأهلي بيعايز يتعقد مع إيكوبا ده المهاجم بيلعب في الدور المجري لكن يعني سألنا داخل النادي الأهلي قال لك احنا مركزين مع اللعيب البرازيلي اللي احنا كنا تكلمنا عليه الفترة الفترة سوزة اللي بيلعب في كوريا الجنوبية في نادي هاينضاي قال لك ده هو الهدف الأساسي للنادي الأهلي والنادي الأهلي بيواصل مفاوضاته مع نادي هاينضاي الكوري الجنوبية عشان يتعقد مع سوزة لكن إيكوبا ده خارج حسابات النادي الأهلي